نفت رئاسة مجلس الوزراء صحة منشور في حسابات شخصية تدولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية وأوضح مجلس الوزراء أن المنشور المتداول لم تتوافر أي بيانات بشأن صحته حتى الآن حيث لم يتضمن ذكر أي بيانات تخص المصنع أو صاحبه أو ما هي تأنتاجه مشيرا إلى أن هناك وحدة لحل مشكلات المستمرين بمجلس الوزراء يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها مسؤولي الوزراء المختلفة والجهات الرقابية وتمكنت الوحدة حتى الآن من حل ما يزيد على 80% من المشكلات التي وردت إليها ومن ثم فإن أي مستثمر لديه مشكلة عليه التقدم فورا بمزكرة لهذه الوحدة للعمل على حلها مناشدا المواطنين توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات غير موفقة هدفها الإدرار بموناخي الاستثمار في مصر ترجمة نانسي قنقر